اه يمكن انا كنت بتكلم على المفكر سعيد ناشد انا مكنش متصور ان هو مهتم للدرجات دي بالكرة وانه يهتم بلقطات فخاد اللقطة بتاعة الحجن ده بتاع صلاح وسماه حضن الكباء وشوف كاتب ايه بقى كاتب محمد صاقص انا بقى انا ده انا دين ما هتوقع تقرأ انا دين ما انت بنت حالي كده على الشاشة العملاقة وربنا كاتب لنا شاشات حلوة وحاجة تدل وحالي بعيد كده استنى بقى ما روح أقرى طيب اهو محمد صلاح كحالة حضرية بالفعل ذلك النجم المصري الاصيل الذي استطاع بفطرة سليمة ان يستوعب قيم التمدن وهدوء الطبع والتحكم في النفس واشتغل على بناء الذات امدا ممددا لذلك لا نراه يصرخ لا نراه يولول لا نراه يتظاهر بل نراه كبيرا في افعاله وردود افعاله طبعا صياغة ادبية تحفى يستعرفها صراحة فألاقي انه للدرجات دي كمل اهتمام من مفكر بهذا الحجم طبعا يعني هو الاهتمام بالكرة يعني مش واقف عند فئات معانا بالعكس كل العالم كله بتابع كرة ادباء او غيره كيف شوفنا كتير من الادباء كتبوا عن الكرة القدم الكتابات عظيمة جدا وكتب رائعة جدا غليانه يعني كتب كبار جدا فيمكن هو كان اكتر حابب يعبر عن الصورة بشكل بشكل انا شايف هو يستحقه صراح صراح فكرة العائل طول الوقت قادر يتحكم في الفعلاته طول الوقت كان فيه ضغوط كتير على صراح كان فيه انتقادات كتير لصراح بعضها هو كان يستحقه زي ايه يعني اداءه مع منتخب مصر المنظرات الاولى ما كانش افضل حاجة اداءه كمان كقائد لمنتخب مصر مش ده المنتظر منه المباراة كتب وارو المباراة النهاردة تحديدا ده محمد صلو ده قائد منتخب مصر يعني النهاردة تقول كده ده قائد منتخب مصر وانت مبسوط ان ده قائد منتخب مصر وممكن دي الحاجات احنا قاب نعول على صراح كتير جدا عشان نكون برده هبقوا ليه اكتر مما يحتمل اكتر مما يحتمل ويحمله اكتر مما يجب ان يتحمل مظبوط مظبوط ده حقيقي وفي نفس الوقت احنا انا شايف ده برضو اوقات كتير منطقية يعني اشرف حكيمي مثلا مع المغرب هو رجل بلعب في برسن جرمان وزهير ايمن شوف الشعب الجزائري الشعب المغربي بيتعامل مع اشرف حكيمي ازاي ان اشرف حكيمي ده يعني حامل احلام طبعا طبعا عندي افضل لعب في العالم اتعامل معه ازاي وهنا برضو التغريدة بتاعت نشيد حلوتها في انه هو بيغرد وهو المشجع بتاع الفريق الذي لم يحصل على الفوز ودي نقطة اجابية يمكن من اول وطولة كمان ملاحظة فكرة التقارب العرب والتأخي بين الفرق العربية سواء يمكن المنتخب المصر والمنتخب المغربي كانوا موجودين في فندق مع بعض العلاقة بينهم كان فيه صور جامعة اش حكيمي بمحمد صلاح وبونو ياسين بونو بمحمد ابو جبل فكان فيه هما موجودين العلاقة بينهم جيدة جدا كمان العلاقة بين الجزائر منتخب الجزائر او الشعب الجزائري والشعب المغربي والشعب المصري وقت عرض البطولة شفنا مباراة كتيرة جدا كانت بتنقل على التلفزيونات العربية شوف الردود الفعل العربية كانت الردود فعل جيدة جدا سواء على فوز سعود منتخب مصر امام كودفوار سعود منتخب المغرب يعني دي روح حالة من روح كده مش متعودين نشوفها كتير وهنا مبسط بها بصراح شكرا